وللحديث عن الاعتقالات التي شملت مسؤولين وأبناء مسؤولين حكوميين والصراع السياسي في البلاد معنا السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مرحبا بك معنا سيد مصطفى أهلا وسهلا حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام أهلا بكم بداية ماذا يعني اعتقال زعيم كتلى كجمال الكربولي وكذلك عدد من أبناء المسؤولين السابقين يعني أنا في اعتقالي اعتقال الكربولي ليس إلا تصفيات سياسية بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية وهذا يتضح في ضوء الأكثر في ضوء المعلومات التي وردت إلينا قبل قليل من أن جرى رغم وجود الحصانة البرلمانية لجمال الكربولي فجرى اعتقاله صباح اليوم بعد أن أصدر رئيس مجلس نواب المنطقة الخضراء محمد الحلموسي أمرا بتجريده من الحصانة النيابية فجرا وهذا يدل على أنها عبارة عن تصفيات حسابات سياسية بين الأطراف المشتركة بالعملية السياسية مع اقتراض الانتخابات أنا كلامي لا ينفي كون جمال الكربولي أو غير من الفاسدين بل هم من الفاسدين حتما ولكن عملية الاعتقالات هذه عملية يراد منها تصفيات سياسية هذا من جانب ومن جانب آخر فقد أصدر الناطق باسم ميليشيات حزب الله الإرهابية في العراق المدعو أبو علي العسكري أصدر يوم أمس قبل عملية المداهمة وقبل عملية الاعتقال وبالتالي تغريدة كما يقال أو تصريحا يطالب فيه باعتقال جمال الكربولي وآخرين وبالتالي فهذه الاعتقالات لا علاقة لها بمحاربة الفساد على الإطلاق فالمنظومة كلها فاسدة وكلها يجب أن تلقى الجزاء العادل وفق القانون يعني إذا كانت هذه الاعتقالات تأتي في سياق تصوية الحسابات كما تفضلت أستاذ مصطفى ألا تعتقد من ناحية أخرى أنها أيضا تحارب الفاسدين وخاصة أننا نتحدث عن اعتقالات قد تشهدها الأيام القادمة لمسؤولين سابقين ثبتت عليهم اتهامات بالفساد لا لا أنا كما قلت هو المنظومة كلها فاسدة وكلها يجب أن تحاسد وأن تلقى جزاءها وفق القانون نعم وليس بعملية انتقائية لهذا الشخص أو ذاك كل الأطراف المشتركة في العملية السياسية الاحتلالية وكل الشخص المشتركين في العملية السياسية الاحتلالية هم فاسدون سرقوا من المال العام كثير منهم ارتكبوا العديد من الجرائم الارهابية وليس نقطة عملية جرائم الفساد فقط استيلاءهم على المال العام مستمر منذ غزو العراق وبالتالي كلهم يجب أن يحاسدهم وليس بشكل انتقائي وهذا يطرح سؤالا في الحقيقة عن المخول بمحاربة الفساد طالما أن المنظومة فاسدة بشكل عام يعني لو كانت هناك سلطة حقيقية في العراق تمارس واجباتها وفق القانون ووفق دستور محترم ويحظى بالشرعية فالجهات القانونية هي التي يجب أن تنفذ هذه عمليات القضب على الفاسدين ومحاسبتهم ومحاكمتهم وفق القانون والقانون واضح بهذا المجال القانون العراقي يعني يحمي الدولة ويحمي المجتمع من الفاسدين ولكن طبعا أنا أقصد القانون الذي كان سائدا قبل غزو العراق أما الآن فالقضاء هو قضاء فاسد أيضا ويسمح بنشوء هذه الطبقة يعني الفاسدة بكل تفاصيلها التي استولت على المال العام وهدرت منه مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية لم تبني أي منجز للعراقيين وإنما استحوذت على المال العام لأغاظ شخصية وحزبية إذن العملية السياسية الحالية غير قادرة على تنظيف نفسها ومحاربة الفساد بداخلها كما تفضلت أستاذ مصطفى وهذا بالمناسبة ما يعد به رئيس الحكومة الحالي إنه نحاول أن نحارب الفساد وأن نكون أمام منظومة صالح وما إلى ذلك ما الحل إذن باعتقادكم؟ الحل عندما يعود العراق إلى أهله ويتم تطبيق القانون بشكل صحيح ونتخلص من هذه العصابة بالكامل وحينها تجد أفراد هذه العصابة يحكمون وفق القانون ووفق الأصول المرعية في هذا الجانب هناك منهم من مارس القتل وهناك من مارس السرقة وهناك من مارس التزوير وكما قلت كثير منهم أثروا على حساب المال العام وحدروا المال العام حينها سيتتم محاسبة هؤلاء أما هذه الإجراءات الانتقائية التي يقصد بها ضرب بعض الشخصيات السياسية مع قرب موعد الانتخابات تحديدا فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع كبار الفاسدين ما يزالون كبار الإرهابيين ما يزالون أحرار طلقاء يعني يمارسون عملياتهم الإجرامية كثير من الوزارات ومن الهيئات ومن الميليشيات لديها الأناصر الفضائية ما تزال هذه الشخصيات أو الأفراد الوهميين يعني يتلقون المبالغ القائلة من المال العام هذه كلها عوامل كثيرة من عوامل يعني أو قصد بواهر كثيرة من بواهر الفساد شكرا المتفشي في العراق في كل نواحي الحياة أشكرك كان أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر كنت معنا عبر الخط الهاتفي ترجمة نانسي قنقر